الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه ثم أما بعد فيا أحبته في الله أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من أمنية تفرح قلوبنا اللهم لا تحرمنا من أمنية تفرح قلوبنا ولا من توبة تجل غمومنا اللهم لا تحرمنا من توبة تجل همومنا ولا من توفيق يسر ضروبنا وينور ضروبنا إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن أحبتي في الله ما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أننا نهرا بباب أحدكم وقد وقفنا في الحلقات الماضية حول ماحيات الذنوب والخطايا لأن هذا الحديث ما جاء إلا ليمحو الزنوب فهذا حديث واحد وقد وجدت أكثر من ثلاثين ربما إلى خمسين ماحية للزنوب أو كما أطلقنا عليها اللقاء الماضي محطات تنقية الزنوب تنقية الإنسان من الزنوب محطات فلاتر فلاتر تفلتر للإنسان حياته وتنير ضربه دائما كان معنا المحطة الأولى أو محطة التنقية الأولى التوحيد المحطة الثانية التوبة ثم صلاة التوبة ثم الاستغفار وقفنا عند الاستغفار وتكلمنا عنه وما زلنا معه اليوم بمشيئة الله تعالى وقلنا يومها إن فوائد الاستغفار في الحلقة الماضية يطول الأعمار يعني اللي عايز يطول عمره يكثر من الاستغفار يفتح أبواب رزق يا شباب يا شباب الأمة يا من تقولون لا نجد عملا في بطالة الاستغفار يفتح أبواب رزق باستجابة الدعاء تستغفر وتدعو مباشرة يلبى دعائك إن شاء الله يكشف الهموم والغموم ما أكثر الهموم والغموم يستر القبيح ونحن في حاجة ماسة إلى هذا وقفنا عنده أن الاستغفار يقطع وتين الشيطان يقطع وتين الشيطان والوتين هو العرق الكبير الذي في جسم الإنسان والشيطان دائما يركز عليه فالاستغفار هذا يقطع عليه هذا الطريق لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر سبحان الله ماذا أفعل أنا كان أستغفر في اليوم والليلة أكثر من سبعين وفي رواية مئة فماذا أفعل أنا وأنتم أحبتي في الله في صحيح البخاري من حديث أبي هرية رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة كل واحد في ناس أن نفسه كده كم استغفرت عايز محط التنقيد جنوب إزاي ونحن لم نستغفر تريد فلترة الزنوب ونحن لم نستغفر في رواية الإمام مسلم أن من حديث الأغرر المزني أبو مالك أنه قال قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا هذه العبارة كده إنه ليغان على قلبي ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة من شواء كان سبعين الآن مئة يعني إيه يغان على قلبي يغطى ويلبس الشيطان يغان على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سيفعل معي أنا وأنتم ده الموضوع كبير يا جماعة يحتاجوا منا إذا كان نبي صلى الله عليه وسلم استغفر مئة أنا أعتقد إحنا عايزين ألاف يعني ما أعتقدش أن الألف يكفي يعني وسبحان من علمنا أن نقول دائما وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بل ليس هذا بل إن الله عز وجل أمر نبيه بالاستغفار النبي النبي أمر بالاستغفار واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات استغفر لذنبه وللمؤمنين وللمؤمنات فسبح بحمد ربك واستغفره دي في نهاية العمر نهاية ده قبل الوفاة ماذا قال القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا في الصحين من حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحفظ الأدعية يا جماعة ولو اللي مش حافظ بالمعنى يأخذ بالمؤمن أعمل حاجة كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا اغفر لي خطيئتي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي كل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم واغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا بالله عليك ماذا أقول أنا والأمة الإسلامية ماذا نقول نحن نكرر الحديث ده في اليوم 24 في كل ساعة نقوله مرة حتى يغفر لنا في صحيح الجامع من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله عز وجل فيها مئة مرة ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله عز وجل مئة مرة هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي هداية روال بن حجر العسقلاني رحمه الله وعند أبي داود والترمزي باختلاف يسير وعند ابن ماجة واللفز الذي أقوله هذا لابن ماجة رحمهم الله جميعا من حديث عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين قال كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول كنا عمين نعدله مئة مرة وإحنا جلسين معاه كم مرة جلسوا معه كل مجلس يقولوا هذا إحنا يمكن بيعد علينا أيام حتى ما نقول استغفض الله يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهم إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول رب اغفر لي رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور إنك أنت التواب الغفور مئة مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا مئة مرة أنا محتاج مليون هل تتخيلوا معي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر هو من هو من النبي صلى الله عليه وسلم هل نعرف قيمته وقدرة وهو يستغفر مئة ويقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم بل كان يستغفره كنا نعد له في المجلس الواحد مئة مرة اللهم مغفر لي ويتوب علي يتوب علي لا ده الأمر أعلى من هذا في إيه استغفار الملائكة الملائكة تستغفر الملائكة وحملة العرش كم عدد الملائكة بعدد البشر لا اضرب في مية ولا الله أعلم كم عدد الملائكة وهم ملائكة لا تموت البشر يموتون ماذا تفعل الملائكة تستغفر الملائكة تستغفر فماذا لكن استغفرون لمن لأنفسهم يستغفرون لنا الملائكة تستغفر لنا يستغفرون لأهل الأرض الملائكة وخاصة أنهم يستغفرون للمؤمنين هم يستغفرون لأهل الأرض لكن يخصون المؤمنين بأدعية خاصة ماذا يعني استغفار الملائك أنها تطلب المغفرة من الله عز وجل لعباده يا رب اغفر لهم قطياهم يا رب اغفر لهم وتجاوز عن سيئاتهم استمع إلى القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم هم في حاجة إلى هذا ليسوا في حاجة والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم أدى واحد لبقى الملائكة كم عددهم يستغفرون شغالين أبقى وشين ساعة يستغفرون المن في الأرض واللي في الأرض نايمين على فوقهم مش موجودين واللي في الأرض مش فضيين واللي في الأرض عندهمش وقت الاستغفار ثم نقول في بطالة في غلاء في ما لازم يتحمد ربنا إن إحنا وصلنا إلى المستوى ده فينا شغالة وملائكة شغالة تستغفر لنا وإحنا مش موجودين شو بقى الخصوصية اللي جاء دي الذين يحملون العرش ده كلمة عن الملائكة كلهم في الآية السابقة دي بقى حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ده حملة العرش دي بقى الخصوصية الكبيرة ده دول المقربين بقى يستغفرون لمن في الأرض لا يستغفرون للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر هنا بقى يعني زوداء حملة العرش فاغفر للذين تابوا يبقى هو يدعونا يستغفرون للمؤمنين ثم يستغفرون للذين تابوا واتبعوا سبيلك يا رب وقه معذاب الجحيم الملائكة كله يستغفر لمن في الأرض نعم حملة العرش للمؤمنين حملة العرش لمن تاب وآمن فقط لا الملائكة تستغفر للمصلي ما دام فيه مصلا طبعا الحمد لله احنا مجرد الإمام السلام عليكم طيران على الباب احنا جايين ببطء شديد لكن مجرد ما يسلم الإمام طيران طيران صواريخ على الباب ليه في الساحل البخاري من حديث أبي هريف البخاري من حديث أبي هريف البخاري قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام فيه مصلا الملائكة كم عددهم هنقول مئات ألاف يا عم حتى لو واحد بس يستغفر واحد فقط ده الملائكة كم من الملائكة اللي في المسجد الله أعلم كم ملائكة تلخون كله طول ما انت في المسجد يستغفرون لك الملائكة تصلي تصلي يعني تستغفر وتدعو تصلي على أحدكم ما دام فيه مصلا الذي صلى فيه يعني صليت الفش أبقى مكاني شوي خمس دقائق يا أخي يا خلاص الدنيا طاريت خل الملائكة تستغفر لتخلصت البلاو اللي أنا عملته ما لم يحدث ينقض وضوء يعني أو كده تقول بيفسر بقى تصلي عليه إزاي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام فيه مصلا يعني إيه الحديث يفسر هذا يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه تخيل أنت تجلس في المسجد وحواليك ملائكة لا يعلم عدده أقول لله عمين يقول يا رب اغفر له اغفر له هذا العبد يا رب اغفر له رجل المصلي اللي قعد في المصلى وإحنا بستعجلين نطلع نجري بل إذا أردت مش الملائكة فقط أن يستغفر لك كل مخلوقات الله عز وجل إيه الأرض والسماوات والبحار ومن فيهن وليس الناس أو الملائكة الكرام فقط إنما الكون كل يستغفر لك إذا عملت ثلاثة أشياء يعني أنت باشا كده تجلس مكانك والكون كل يستغفر لك ثلاثة أشياء تعمل واحدة منهم أول حاجة أن تكون مؤذنا اللي بيأذن الكون كله بيستغفر له سبحان الله في صاحة ترغيب من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن منتهى آذانه يغفر للمؤذن يعني آخر الصوت يوصل له منتهى الآذان كل اللي في المنطقة دي اللي سمعينه السماء والأرض كله كله بيغفر له ويستغفر للمؤذن كل رطب ويابس كل رطب ويابس يعني باش حكله بقى كده سمعه كل من سمع الإمام رطب أو يابس جمات نبات أي كله كله يستغفر له إيه ده هنتقتل على الأذان وفي صحيح سنن أبي داوت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال إن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا انت كلمت عن المؤذنين ويخذ الثواب ويستغفر لهم من في الأرض فقال صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت من الكلام فسل تعطى عايز تكون زي المؤذن آه قل كما يقولون فإذا أردنا أن يستغفر لنا كل رطب ويابس سمع صوت المؤذن فلنردد خلف المؤذن ناس تجلس حتى في المسجد قاعدين يتكلم مع بعض المؤذن شغال يا عم يا عم فرصة خلي الكون كله يغفر لك يا عم يبقى ده أول عمل تعمله الكون كله يستغفر لك طب العمل الثاني إفدنا لسته بمؤذن طلب العلم ما تقولوش طلب العلم ننوح الجامعة لا طلب العلم في المسجد وانت ما تجلس بين يد الإمام أو الداعية في المسجد تستمع إليه هذا طلب علم يعني لا تقول أنا أمي لا أستطيع القراءة ولا الكتابة لا اجلس في المسجد واستمع لتدخل في هذا طلب العلم وخصوصا العلم النافع للدين والدنيا والآقرة انت عارف ما لو طلبت العلم يستغفر لك كم سبعون ألف ملك سبعون ألف ده عددهم كم ده سبعون ألف سبعين ألف لا طب مليون لا إيه ده ولا مليون سبعين ألف يستغفر لك كل المخلوقات على ظهر الأرض هتلي بقى شوف الأرض كده مش كل مخلوقات وفي السماء السماء والأرض تخيل الأرض دي مسحيتها كام ها مخلوق فيه ايه حتى الدواب الصغيرة دي بتدعو لك عشان تقضلهم العلم ونحن إذا جلس الإمام بعد صلاة المغرب ليعطي درسا نفر منه كفرارنا من الأسد ولو نعلم هذا الحديث لجلسنا ولولفجة لمليون ولا مليارات يستغفر لك مليارات في صاحي سنن ابن ماجا يقول كثير ابن قيس وفي رواية اسمه قيس ابن كثير كما في رواية الترميزة أيضا كنت جالسا عند أبو الدرداء في مسجد دمشق في سوريا فأتاه رجل يسأله سؤالا إلى آخر الحديث المهم قال لو حدثني كذا كذا عشان الوقت يعني قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما مش بقى لا تقول لي بقى المدرسة والجامعة المسجد في أي مكان ما شاء الله المشيخ في كل مكان ودرس يوميا في المساجد من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة طب ده واحد يبقى تروح تجلس مع الشيخ أو مدرسة عشان كده لما تذهب إلى الكلية أو المدرسة أو 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 خلي في نيتك هذه هذا إن هذا طلب علم الطلاب يفضون الآن من المدارس والجامعات يكون أمامك ألف طالب لا تجد إلا خمسين أين الباقون مش فضيين طب يا ابن الملائكة هتستغفر لمن وانت فين وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم إيه تضع أجنحتها يفسرها علماؤنا بأن الملائكة إذا كانت تطير في الجو فإنها تصمت وتنتظر حتى ينتهي هذا من طلب العلم خلاص ما في صعود ولا هبوط الملائكة تبقى مكانها مع هذا الرجل وإن العالمة وفي رواه طالب العلم لا يستغفر له من في السماء من في السماوات ومن في الأرض ما أقول هذا حتى الحيتان في الماء الحيتان في الماء فين الماء دي فين نيتا دي ده ده ثلثي الأرض ماء انت عفيني الثلثي يابس فقط كل الحيتان اللي في البحر يعني نطلب علم هنا والحتان اللي في آخر الدنيا تستغفر لي آه طبعا وإن فضل العالم على العابد العالم ما مشاقش أصلي وأنا جاهل على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لا يورسوا دينارا ولا دراما إنما يورسون العلم فمن أخذه أخذه بحظ وافر يبقى عندنا رقم واحد إذا ردت أن يستغفر لك الكون كله تقول لي مليون ولا عشرة ولا مليار ده الكون ده مليارات بل تريليونات يستغفرون لناك أن تكون مؤزنا أو تردد الأزان مش هنشاكل على اللي ونختلف لا ردد الأزان أو تطلب العلم رقم ثلاثة الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس الخير الدعوة إلى الله تقول لي طبعا أنا لست بداعية يسير لي تعيي زوجتك وأولادك كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيات لتدخل معنا في هذا الحديث الدعوة إلى الله تعالى إذا قمت بها استغفر لك الكون كله في صاح الجامع من حديث أبي أمام الباهلي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل العالم على العابد كفضل على أبناكم نقول إن الله عز وجل كم حديث الآن إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض لا لا ده الحديث ده حاجة فخمة يعني إيه أهل السماوات الله عز وجل الله عز وجل ما زوجت بعد ذلك عشان أنا علمت ناس الخير طب علم أي وحد يعمل أمامك حاجة كله ده خطأ اقوم المعرفة عن المنكر تدخل في النص علم ولادك علم زوجتك استمعت لخطبة الجمعة افجع البيت وراجعها مع أولادك بدخلت في الحديث الله عز وجل وملائكته كم عددهم ده هنا بقى كل ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها إيه ده حتى النملة كان من شوية الحتان وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير حديث صحيح الله عز وجل سبحانه وتعالى الملائكة أهل السماوات كم حدد أهل السماوات أنت تعرف السماوات السابعة وأهل الأرض الأرضين السابعة كل من فيها حتى النملة حتى النملة طب بقى لك بقى الحاجات الضخمة يعني الفيل بقى والحاجات دي ها النملة والحتام في البحر أو الحوت يصلون على معلم الناس الخير أبعدها نسكت هنيئا لمن يقوم بهذا هنيئا له أن الله يعني الله عز وجل هو الذي يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ماذا نريد بعد ذلك في السلسلة الصحيحة من حديث أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلق الخلق كلهم يصلون على معلم الخير ما قالش ما معلم الشيخ ولا إمام لا علم أنت في عملك ما عندكش حريص شفت واحد عمل خطأ في عمل واحد لا يريد أن يقضي حاجات الناس كلمه يا أخي قوله أنا سمعت الإمام يقوله كذا سمعت الشيخ يقوله كذا أنت الآن أسمعت معلم الناس القير علم زميلك هذا اللي لا يهتم بمصالح الأم ولا بمصالح الناس مثلا يعني الخلق كلهم يصلون على معلم الخير حتى نينان البحر نينان البحر دي اللي هي الحتان يعني بس النينان دي طب إيه النينان دي نفس الله صلى الله عليه وسلم كان عارف كل الحاجات دي ما شاء الله وتيه جوامع الكلم نينان البحر اللي هي الحتان الصغيرة والكبيرة يعني يصلون عليه أن يستغفرون له ويتضرعون ويطلبون له الزلفة والجنة هل تريد أن يستغفر لك احنا دلوقتي فتحناك مليارات بل تريلونات طيب هل تريد أن يستغفر لك 140 ملكا دي ما محدد 140 كان من شوية 70 الملائكة كلهم حملت العرش لا خد 140 ألف ملك يا عمان هاي سبالة بس يستغفر لي لا دا يقول يا حبيب 140 ألف في صحيح الجامعة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو هو سامع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم حاجة تانية خالص ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70 ألف ملك يعني رح أزور واحد مريض بالنهار يصلى عليه 70 ألف ملك دا إيه مش يصلى عليه كده مرة وخلاص لا دا لو كان بالنهار يفضلوا يصلوا عليه حتى المساء 12 ساعة 70 ألف ملك يصلون علي ويدعون لي طول النار الله أكبر وإن عاده عشية إن واحد زرته بالليل أو بعد المغرب أو بعد العشة صلى عليه 70 ألف ملك حتى يصبح وكان لو خريف في الجنة يعني أنا مش يدخل الجنة هم ملمين يدخل الجنة يعني أنا رح أزور مريض يعني أنا لو زرت ثلاثة مريض كل أسبوع بربعة في الشه مثلا بس يكون النية الزيارة لله مش النية عشان هو أصله وزار خلتي أصله وزار أبي أصله وزار فلان أما أزور ما لكش حاجة حبيبي لا خل النية لله الزيارة لله للعضة والعبرة ولتذكره وتؤيده وتشد من عضده 140 ألف ملك استغفرون لك 70 الصبح لو زرت 71 أنا همشي في البلد أضور على أي مريض أزوره 140 ألف يا حبيبي ده أنت هتزوره خمس نقائق وتمشي ما لكش دعوة العداد شغال شغال من ساعة انتهاء الزيارة إلى المساء ولو زرت في المساء أنت نايم والعداد شغال استغفار ده استغفار الملائكة الملائكة تستغفر بهذا الشكل الذي سمعتموه طب الأنبياء تستغفر الأنبياء ده الصفوة الله عز وجل من خلقه الأنبياء الصفوة رأينا استغفار النبي صلى الله عليه وسلم ده القائد ورأينا استغفار الملائكة لا استغفار الأنبياء تقريبا كلهم يعني نأخذ بعض الآيات التي ورد فيها هذا مع أن الأنبياء معصومون نعلموا هذا الأنبياء معصومون من الخطر ومع ذلك يستغفرون ازاي طبعا يستغفرون ويتضرعون ليلة النهار وتستشعر من دعاء الأنبياء أنه مزنبوه استغفر الله العظيم عشان نتعلم احنا عملين لخبط وعملين نشتكي والدنيا راحة وجاء ما لازم لابد من هذا يا عمر غيروان عشان الملائكة تستغفر لك عمشان ربنا يكرمنا والأسعار تبقى حلوة والدنيا تبقى وردية كما يقولون قال عز وجل عن أبوين أبينا آدم وأمنا حوة عليهم السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا الأبوين أبو الأنبياء ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين إن لم تغفر لنا وتغفر لنا الأبوين طيب نوح سيدنا نوح بالتفتيب كده خلصنا الأبوين سيدنا نوح يعني سيدنا نوح شمع خمسين سنة دعوة يعلم نقصر في شيء وكتب تقريرا لله عز وجل عن أداء تسعمائة وخمسين سنة اسمها سورة سيدنا نوح سورة نوح عليه السلام هذه السورة هي التقرير الذي كتبه لله عز وجل عن تسعمائة وخمسين سنة أداء ماذا قال سيدنا نوح قال ربي إني أعوذ بك إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني سيدنا نوح بعد سورة خمسين سنة وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين سيدنا نوح طيب شوف ماذا قال رب اغفر لي سيدنا نوح طيب ما سأفعل أنا وأنتم رب اغفر لي ولوالدي ب earthquakes شوف جبقي معاه ماakan شراء يغفر لي حين تدعو لا تدعو لنفسك إدعو للمؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات سيدنا نوح دعا لنا قبل أن نأتي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبار طيب سيدنا أهود عليه السلام إذا سيدنا وكان بيستغفر أهم إليه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين يطلب من قوم أن يستغفره هو بالتالي هو كمان أيضا يستغفر سيدنا إبراهيم عليه السلام سيدنا إبراهيم يستغفر أول أنبياء والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين سيدنا إبراهيم طمعان أن يغفر الله له يوم الدين أنا والله أستحي أحيانا وأنا أقول هذا الكلام أستحي من الله عز وجل من أنا ومن أنتم ومن أؤلاء هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول والذي أطمع أن يغفر لي خذ ماذا قال هو يعلمنا ربنا أغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب حتى بقلش لوالدي فقط ربنا أغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بس لا لسه في دعاء تاني ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا سيدنا إبراهيم يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وكن يعترف قال عمله زيه والاستغفار هنا مش صريح لكن يعني أدى أو قال شيئا يؤدي إليه تشوف سيدنا موسى عليه السلام إيه يا جماعة ده كل الأنبياء بتستغفر وأنا وأنتم مش فضيين سيدنا موسى ماذا قال قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي سيدنا موسى كلمة الله يقول فاغفر لي بيطلبوا لغفرة وأنا وأنتم ماذا نطلب ده نحن نام فيها للونار تسكن دول الأنبياء معصومون رب يغفر لي سيدنا موسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه الغفور الرحيم طيب بعد المشكلة اللي حصلت بقى مع بني إسرائيل وشد معك شوية رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الرائمين بس لا شوف ماذا إيه ده كل ده يا مش ماذا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين سيدنا داود إيه جماعة ده نبي صلى الله عليه وسلم والكون والملايكة والأنبياء سيدنا داود فاستغفر ربه وخرراك عن وأناب نبي الله سليمان قال رب اغفر لي إيه جماعة ده محقول هذا سيدنا سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب إذا كان هذا حال الأنبياء صلوات الله وسلام عليهم فكيف بنا وعين نحن من هذا حبة في الله أقول لنفسي قبلكم لذلك لأهمية الاستغفار وردت مدد غفر في القرآن في 234 آية 234 آية بتكلم عن مدد غفر ليه حتى نتعلم تعالوا معي نقف وقفة لله تعالي نقف وقفة قبل أن نواصل فوائد الاستغفار تخيلوا معي أننا تركنا التوبة والاستغفار وسوفناهما تقرعسا أو تكاسلا يا عم بعدين تخيلوا معي أننا هجرنا القرآن الكريم والعياذ بالله بحجة مش فضيين احنا مش غولين تخيلوا معي أننا هجرنا السنة النبوية بحجة جواهية ده فيه ناس بتدعو إلى إلغاءها خالص ده أنا بقول أنا قلت احنا نهجرها بس فيه ناس تعرف في الحرب اللي شغال تخيلوا مع أننا تركنا قيام الليل بحجة احنا تعبانين تخيلوا مع أننا تركنا سنن الصلاة مش فضيين يا عم احنا ورانا الشغل السنن احنا بنصلي تخيلوا مع أننا هجرنا الصدقة بحجة حاجتنا إليها تخيلوا أننا تركنا صيام التطوع بسبب الشهية تخيلوا مع أننا هجرنا البذر والإحسان بحجة شوية نمكسل شوي تخيلوا مع أننا هجرنا صلة الرحم بحجة جواهية معين الآن التليفون بيقضى بالحاجات دي كلها تخيلوا مع أننا أكلنا أموال الناس بالباطل تخيلوا أننا ضيعنا حقوق العمال بحجة باطلة أصلي ما كانش فيه شغل أصلي حينما حصلناش حاجة الشهر أصلي أنا مالي عام أنت مش شغلتين عندك لا واحد شغال عنده واحد وتعب ده واحد حكالي من شاه بيقول له تباباتي بتاع الشهر اللي فات قال له وإحنا كنا اشتغلنا قال له ما كنا عدين نعمل يعني سايب بيته قاعد معاك انت ما فيش شغل عاملك إيه تخيلوا ما إذا فعلنا كل هذا فعن أي توبة نتكلم وعن أي استغفار نتحدث وعن أي سباق إلى الخير نعمل وعن أي طريق نبحث أحبتي في الله فلنعود إلى الله عز وجل فلنعود إلى الله وأقول كلمة للمعلمين ونحن نتعلم من المعلم الأول صلى الله عليه وسلم في بداية العام الدراسي أقول لهم كلمة قصيرة أزف إليكم من التقدير أجمل ومن الشكر أحسن أيها المعلمون الكرام هنيئا لكم استغفار الكون كله لكم هونت داخلين في اللي يعلم الناس هنيئا لكم هذه البشارة العظيمة من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أيها المعلمون هنيئا لكم إخلاصكم الذي سيدفعكم لتحقيق البشرة التي وعدكم بها النبي صلى الله عليه وسلم هنيئا لكم الأمانة التي تحملونها هنيئا لكم اتخذكم من المعلم الأول قدوة لكم من استوديو قناة الرحمة المباركة أنثروا عليكم أيها المعلمون ربوع الحدائق وعبير الزهور وأغلى الورود لكم وأجمل الرياحين فاغرسوا القيم والمبادئ في أبنائنا اجتهدوا في غرس القيم والمبادئ أبناؤنا في حاجة إليكم في حاجة إلى جهدكم ولو قالك طالب واحد طالب واحد اجلس معه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة